انت محمد فايس فرحات المواطن والباحث تحلم ايه من مخرجات لهذا الحوار يعني برضو هارجع تاني للكلام اللي قلناه قبل قبل السياق هي السياق السياق مسألة مهمة جدا عندما ليه الحوار ما كانش من اربع سنوات او خمسة سنوات لانه كانت البيئة اللي هو اللي جيب على شؤال لماذا الان لماذا الان لانه ما كانتش البيئة مواتية مش مواتية لانه الدولة لا تعترف بوجود اطراف اخرى لكن لانه في اولويات تمام النقطة التانية انه قبل ان يبدأ الحوار يجب ان ننتبه الى ان هناك اجراءات اتخذت قبل بدء الحوار او قبل دعوة السيد الرئيس الى الحوار واعتقد ان هذا كان جزء من تهيئة البيئة لحوار اللي يجب ان لا ننسى ان الغاء حالة التوارد الاعلان للسراجية الوطنية لحوق الانسان لاست هذه امور تتصل بالمناخ العام للحوار وتتصل بشروط نجاح او خلق بيئة مواتية لنجاح الحوار ولا تتصل هذه ايضا بعملية اصلاح سياسي لا يمكن اجراء حوار مثلا في بيئة فيها حالة توارد والغية حالة التوارد بمبادرة من الدولة نفسها صحيح الاعلان استراتيجية وطنية لحوق الانسان اعلنت بمبادرة من الدولة وكجزء من تعبير عن ارادة بانه هناك ارادة لاصلاح المناخ العام وتهيئة المناخ لحوار ثم بجاء بعد ذلك الحوار الوطني بين مصار الحوار الوطني وبين الاستراتيجية الوطنية عخو الانسان اللي بدأت به تجميد القرن الطوارئ او عدم العمل به ثم اطلق الاستراتيجية ثم تعديل الموضوع السجون ثم لجنة العفو الرئاسي انا بضرب امثلة فقط لكن هناك خطوات كثيرة واجراءات كثيرة كان وبالتالي هذا يشير الى ماذا يشير الى ان هناك عقلية او ان عقلية الدولة المصرية هي عقلية اصلاحية لكن عقلية اصلاحية تدريجية تراكمية